عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سائلة تسأل أنها عند شيء صحبتها لمدة 11 سنة تقريبا ولكن ربما أن هاد الأخت أولت تتحرج من صحبت هاد البنت هادي بحكم أنها كانت ملحيدة أصبحت ملحيدة تسب الدين وتستهزئ بالله عز وجل وبدينه وبالإسلام والمسلمين ذا بس سؤال ذي اله فتسول هاد الفطرة كلها هي اللي دزت وهي تصاحبها يكما كيلحقهاش لإتم على حسب النية إن كانت الصاحبة أو صاحبتها أراضية كانت هي راضية بما كانت عليه من الانحراف والإلحد فلا شك أنها تشاركها في الإتم لكن كانت جاهلة بالحكم أو كانت تربطها بها أو معها علاقة تجارية علاقة يعني معاشية في الحدود نرجو أن لا يكون في ذلك بس لكن سؤالي لها وش غديد بقى صاحبة الملحدة هذه لا لأن القرآن ينهى عن ذلك يقول رب العزة والجلال من سورة الأنعام وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذكرى مع القوم الظالمين ربنا سبحانه وتعالى أنهى عن ذلك يعني ما تقلسوش ما تصحبوش النسل هم ظالمين الذين يخوضون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره ما تشاركهم في المجلس وما يرضاش الإنسان بالصحبة دي لهم ولا يخوض في دين الله عز وجل حتى يخوضوا في حديث غيره قد يغفل الإنسان وينسى هنا ذكر القرآن الكريم لأن القرآن ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذكرى مع القوم الظالمين قلسي معها في الطابلة أو أنت قلسي معها في الطابلة أو قلسي عمشي مجلس وقد ضحكوا الضحك والمريح وهذه وهذه والنشط ربما تتكلوا ثم يتذكر الإنسان أن الله عز وجل يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره شغير ذكر الساعة يتذكر وينوت وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين صحب الإنسان علش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يكل طعامك إلا تقل قال لن النبي صلى الله عليه وسلم تصاحب إلى الإنسان هو مؤمن الذي يدلك على الله عز وجل وحتى الطعام ديلك لا يكلش إلا المؤمن غير المؤمن لا أكل الطعام ولا حق له في صحبة المؤمن ويقول صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أن الإنسان قد يتحشر لكي عشر معه في الدنيا إن صالحا فصالح وإن فاسد وإن كان فاسدا ففاسد والعياد بالله أيرضى الإنسان أن يصاحب أهل السوء في الآخرة وربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا في القرآن الكريم بأنه لا محبة ولا مودة بين القلبين المتغيرين قلب يؤمن بالله والباتي والنشور والآخرة وقلب وقلب يكفر بالله واليوم الآخر قال الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو عشيرتهم لا تجد قوما يؤمنون هذا خطاب القرآن الكريم للصحابة من الدرجة الأولى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون ما تلقش الإنسان الذي يؤمن بالله عز وجل ويؤمن باليوم الآخر له فيه محاسبة يوادون من حاد الله يحبوا ذك النسلك يحادوا الله الذين يحادون الله ويشاقون الله ويكفرون بالله وبآياته يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وخيكنوا الآباء دي لهم وللأبناء دي لهم كما وقع في غزوة بدر السحابة حربوا وقاتلوا آباءهم الكفار وأبناءهم الكفار وعشيرتهم الكفار ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوب الإيمان الله عز وجل يعني رصخ الإيمان في قلوبهم فآمنوا بالله وكفروا بما سوى الله عز وجل كذلك أيضا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض المؤمن ولي المؤمن والكافر ولي الكافر إذن لا ينبغي لهذه السائلة أن تصاحب تلك الملحيدة لأن الصاحب ساحب كما قيل لأن الصحبة دي لها الصحبة دي لها غادي تنعكس عليك بالسلب والعياذ بالله إما تديك كاملة ولا تدي منك طرف وأقل الأحوال أنها ستلقي فيك الشبه إذن مثل هذه لا تصاحبها ولا كرامة ولا خير في صحباتها نعم كما قلت أنك قدمت لي النصح قدمت لي هالنصح أنصحتي عاود يزيدي في النصح ولكي بشتوك ليها وتشربها وتجلسيها لا حتى النصر غادي يطعنوا لك في الدين دي للك وفي العقيدة دي للك ما عم نشتك شبهتك على القاعدة الشعبية ما عم نشتك شبهتك وحدث المؤمن على ديني خليلي إذن لا ينبغي لك الأخت الكريمة أنتوا صاحبي هذه والله أعلم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله شكرا